بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهار ده الروتين جديد كله نشاط معايا من اول اليوم لحد اخر اليوم هنعمل حاجات كتير او مع بعض وهنروح مشاور كتير يلا بينا نبدأ على طول لو انت اول مرة تتفرج عليها ما تنسيش تحت الفيديو دوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتك حطولي بقى لايك واحنا بنتكلم دلوقتي مع بعض اول حاجة عملتها اول مسحك من نوم غسلت اسناني ودلوقتي بستعمل الغسول اللي هو بتاع مايوي بس مش حلو زي غرنية غرنية احلب كتير قوي مستنيه يخلص بفرغ الصبر عشان ارجع تاني للاولاني كده بقى غسلت وشي الحمد لله وبتودى بقى عشان اصلي الصبح لاني كنت نايمة ساعة صلاة الفجر وما سمعتوش خالص هصلي ركعتين الصبح ونبدأ بقى يومنا كده بكل حاجة كده هنعملها مع بعض ان شاء الله يلا بقى لو وراك حاجة اتفرج علي وقومي على طول نفيزيها خد شوية طاقة طاقة ايجابية وشوية طاقة كده وشوية نشاط وقومي على طول كده آآ نبدأ اليوم مع بعض طبعا بعد ما صليت الصبح هعود اقرأ كده في المصحب هو انا قريت صورة واحدة بس آآ ما قريتش كتير قوي لاني آآ الولاد كانوا صحي وفا كانوا عايزين يفتروا كده فقريت صورة واحدة آآ كده انا بحب امشي بالكلام بسبوعي علشان خاطر المصحب بيبقى بعيدة شوية عني فمش بعرف باتوه في وسط السطور يعني آآ فكده خلاص انا خلصت اعتبر الصورة طبعا انا حافظها من ايام ابتدائي بس بحب يعني اللي انا مثلا لما يجي اقرأ في المصحف ابقى مسكة المصحف آآ وعد اقرأ فيه تمام كده هنبدأ بقى يومنا كده وايه كله بقى صلاة وكله قرآن كده وربنا يبركلينا في يومنا كده من اول ما تصحي الصبح كده تصلي ركعتين آآ وربنا يبركلك في يومك وفي ايامك كلها تعالي بقى معايا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض طبعا لحبايب قلبي اللي بيحبوا المنظر من البلكونة صغرت لكم هوا من البلكونة حتة صغيرة كده آآ كتحفيز برضو لان انت لما بتصحي من النوم آآ لازم تشوفي الجو يعني في ناس كتير قوي اعرفها ما بتفتحش حتى البلكونة ولا الشباك ولا حتى بتعرف النهار طلع ولا الليل لسه ما جايش ولا اي حاجة فلازم لازم ده اساسي تهوي الشقة بتاعتك وتشوفي الجو عامل ازاي خلص دلوقتي خلصت خلصت لكم الفيديو من البلكونة وعملت الولاد الفطار وفترنا الحمد لله عملت لهم بيد وجبنة والشاي بلبن زي ما انتو شايفين كده الكبيات والمواعين والله ما كان فيه ولا طبق حتى آآ فترنا وهاخصل دلوقتي بقى المواعين معاكم وهنعمل الغداء مع بعض وهنشوف بقية يومنا في ايه آآ ناس كتير سألتني في الفيديو اللي فات او تقريبا اللي قابله آآ جالي اكتر من كومنت يعني جالي مثلا نقول مثلا ستة سبعة او مثلا نقول عشرة بصلا آآ انت مسلمة ولا مسيحية انت مسلمة ولا مسيحية جماعة انا مسلمة وموحدة بالله الحمد لله آآ وفيديوهات لو انتو تفرجتوا على الفيديوهات اللي قبل كده في الروتين هتلاقوني برضو بصلي الصبح وبعد اقرأ في المصحف شوية يعني مسلمة الحمد لله وطبعا اخوتي المسيحيين اخوتي على راسي من فوق آآآ هبدأ بقى دلوقتي كده نخسل مع بعض المعنية خلصه خلاص يعني معين خلصة الحمد لله زي ما انتو شايفين كده والحود بقى نديف اهو حامل ازاست الميا ديت بس ويبقى كده الدنيا عندي نديفة هبدأ بقى اشوف ورايا ايه تاني طبعا حود الحمام لازم تخشي على الحمام بعد ما تخلصي اللي وراكي آآ اول ما بتتدقي يعني تفطري الولاد تخشي بقى تشقري على كل حاجة في الشقة آآآ تمسحي ارضية الحمام كده بالشرشوبة شوية آآ تصبيني الحود لو في حاجة اللزبونشة دي انا جايبيها للحود بس بحطها ورا المصورة بتاعة الاستخان وتصفى وبعد كده لما بعوزها باخدها والطبق اللي وقع دوت بعمل فيه مسك وساعات بعمل فيه سبغة لشعري بس كده حطا برضو في الحمام والحود بقى عندي زي الفل هندخل بقى كده بالترتيب في الشقة ناس كتير اول قالتلي ابدأي بالصالة الاول وبعد كده خشي على الاودة لأ انا بقى بصراحة ببدأ بالاودة الاول لان هي بتبقى في نهاية الشقة وبخرج على برا لان اعبال ما اعمل الصالة هدخل الولاد في الصالة وبعد كده ارجع تاني للأودة يعني يعني كما تشوفها اللي النور هترجع تليل اللي انت عملتي في الصالة ولا اكنك عملت اي حاجة خالص كده خلصت وكمان عدلت الملاية لاني كنت لسه فرشاها مبارح مش هغيرها وكنست الارض بالمقشة ما حبيتش اللي انا اطلع المكنسة ولا اي حاجة لاني هي مش مستهلة اصلا كده الاودة بقت نضيفة وزي الفل وترابيزت الكمبيوتر وزيزت المية هاخدها وانا خارجة وهطف النور خرجنا بقى على برا ونشوف بقية الحاجة برا ايه اخبارها ايه طبعا مفرش الصفرة ده عايزي تريمي مش عايزي تغسل شلته وهحط مكانه بالشكل ده وكده اكتبوا لي تحت بقى في التعليقات انتو عايزين فيديوهات ايه يعني روتين عايزين اه روتين مطبخ روتين يومي روتين صواحي روتين مسائي اللي انتو عايزين انو اكتبوا لي هولي اكتبوا هولي ايه كده شلت السجادة وكنست الارض لاني حسيت اللي هي سهلة كده علي اللي انا اشيلها شلتها وبعد كده بعد ما كنست الارض حطتها تاني ودخلت البلكونة الم الغسيل لان الغسيل ده مش روم نبارح هبدأ دلوقتي بعد ما لميته وهبدأ اللي انا اطبقه عشان خاطر اول ما تلم الغسيل لازم تطبقي اه اعرف ناس بتطبقي الغسيل في البلكونة يعني انا بالنسبالي تطبيق الغسيل في البلكونة حلو كل حاجة بس انا عشان سكنة في دور يعني مثلا ايه بعد الارض في الدور الاول اه مش مش في الاول في الشارع لأ فوق بقى هورهولك في اخر الفيديو اه فبحسن للناس اللي ماشى عينيها علي يعني مستوى فمش بحب اعمل كده بحب ادخل الغسيل جوه وبعد كده اطبق برحتي زي ما انا عايزة اه ويستحسن اللي انت برضو تطبقي الغسيل اول باول عشان ما يتكسرش وترجعي عايزة كوي لأ طبقيه على طول كده هتلاقيه هو مفروض معاكي وزي الفل حاولي تطبقيه بطريقة حلوة علشان خاطر ما يتكسرش منك يعني الترنج اللي انا طبقته المنة دوت اه طبقت البنطلون وبعد كده التشيرت وحطيت البنطلون جوه التشيرت بحيس لما تسيجي هي تاخد الترنج تاخده كله على بعضه بعمل كده مع يوسف بعمل كده مع منا ومكة حتى الترنجات بتاعتي بعمل فيها كده اهو بصي ده البنطلون ودي التشيرت هحط اللي اتنين جوه بعض وهطبقهم حتى القطقم الداخلية بعملها كده بحب يعني ما ييجوا ياخدوا حاجة يلاقوا الترنجات او القطقم الداخلية كلها داخل بعضيها بصي ده كده الطقم بتاع مكة حطيت الشورت جوه والتشيرت معي عشان كمان بيسهل عليك الموادية لما تيجي تطلعي لابسي مثلا بيبقى سهل تاخد تسحبي كده اللي انت عايزاه كله جوه بعضه بيبقى سهل اوي طبعا كل دوت الدهري لسه ما كانش ازن يعني زي ما قلتلك كده حاجة البدرية منسية وكمان شغلت الغسالة وسايبها شغيلة وكنت جايبة البتنجان دوت مبارح من السوم فهعد بقى اقوره ونعمله بقى كده طبعا انا قاعدة بقطع ومن قاعدة بتاولي البتنجان وربنا يشطر ما تقطع لش حاجة احسن انت عارفين بقى اللي بيحصل في البتنجان اخبره ايه يعني البتنجان سعره اربعة جنيه سعر البتنجان اربعة جنيه في سوق السيدة عيشة سوق المنشية يعني معرفش انت عندكم ايه بقى بكيمي فهدلوقت بقى هي قاعدة بتاول كده في امان الله وربنا يستر اهي ده كده شكل اللي هي قاعدته لي اي نعم عايزي ادس عليها شوية بس يعني نقول ايه شغالة هي بتساعدني وخلاص يعني اللي بتقدر عليه تعمله بتسهل علي بصراحة الماضية ساعات بتنشر لي غسيل ساعات بقى قولها مثلا اه حطيلي غسيل في الغسلة بتحطيلي طلع الغسيل من الغسلة كده يعني والملوخية ارتفتها علشان خاطر هنعمل ملوخية ومحشن شفتوا قطعت البتنجين قلت لها امشي من قدامي inscre عايزة اشوفك تاني يلا اطعت للمي قطعت للبتنجين ومشيتها الحمد لله وهكمل انا بقى أه كده بقى هبدأ مش اللي انا بقى اكمل وايش بقى انا حياتي في وسط البتنجان وعبال ما يخلص بحب انا ايه الزغير مش بحب البتنجان الكبير اوي كمان بحب الرفيع جدا اي نعم بيعذبني وانا بقوره كمان بيعذبني وانا بحشي بس بحبه يعني بحب اللي هو الرفيع لكن ما كانش فيه فالطريقة اللي انا اجيب اللي انت شايفاه دوا طوله يعتبر مناسب لكن حلو لحد ما كويس يعني جبته ولما اجيب البتنجان وعايزة تحفظيه في التلاجة اللي انت ما تطلعوش من الشنطة وتربطيه كويس جدا وتحطيه في درجة تلاجة هيقعد معاك على اقل كده مثلا اربع او خمس ايام مش هيحصل له حاجة بس اتأكدي اللي درجة الحرارة بتاعت التلاجة تكون كويسة مش بتتلج الحق الخضار من تحت لان حصلت معايا قبل كده وتلج ورامية الشنطة كلها لكن لما بكون زبطة التلاجة بيطلع معايا زي الفل خلاص دلوقتي خلصت البتنجان وكمان انا عملت الفلفل بالشكل دوك كده وربط القوطة في الخلاط وهبدأ بقى اعمل التسبيكة بتاعت المحشي ده كده شوية نعنيع اه انا جايباه ومجففاه عندي في المطبخ يعني جففاه عندي في البيت عم مثلا وحطه بطرمون في المطبخ للي ما شافتش الفيديو بتاعتك في النعنيع دوت هسيبهولك في صندوق الوصف ومش حنسى المرة دي عشان جالي كومنت قال لي قالت لي انتي بتنسي تكتبي الحاجة اللي انتي بتقوليها في صندوق الوصف ما عليش حقيق عليها والله مش حنسى هفتكر واكتبولك حطت كده التوابل بتاعتي فلفل اسود وشوية كمون وشوية ملح وشوية نعنيع بيخلوا المحشي حلو جدا وبهرات محشي او السبع بهرات وشوية شطة صغيرين وطبعا حطيتهم على التسبيكة وسبتها تتسبك شوية تاني عقبال ما انا اخسل البتنجان بتاعي زي ما انتي شايفة كده خلوتي تسبكت معي تعرف منين اللي هي تسبكت لما اطلع الزيت بتاعها فوق الوش زي ما انتي شايفة كده ما حطتش صلصة لانها حط في المياه بتاعت المحش او الشربة اللي انا هسئديها المحش خلوص كده حطيت بقى الرز وبعد ما قفلت النار خالص رحت حطى الخضرة الخضرة لما تحطيها بعد ما تقفل النار بتطلع معيكي لونها اغضر كده مش دبلنة وكمان ده شاكلي بقى المحش بعد ما كناه الحمد لله وخلص خلاص وكناه شايفة لونه احمر ازاي علشان خاطر انا حطيت معلقة صلصة في الشربة وانا بسئي هخسل بقى معين الغداء لاني راحة عند الدكتور بمكة النهاردة معادي الاسماء ايدي دكتورة التخاطب في مستشفى تبارك الدكتورة كويسة وكل حاجة هنروح لها النهاردة ونشوف هتقول لنا ايه كده وربنا المستعين طبعا اول زهور لملك بنتي النهاردة هوريها لكم وهي بتلبسه وبتعذبني وانا بعمل لها شعرها بس الاول بقى نخسل معين كده مع بعض ونزبط الدنيا ونخلي المطبخ نضيف ده اللبس اللي انا هلبسه بما ان يعني في وسط الروتين فحبيت اللي انا اوريه كيه اللبس اللي انا هلبسه هلبس بانطلون وعليه بلوزة مش بلوزة هي تونيك هي تونيك عادي من غير زراير اهي بالشكل دوك كده ده الورد اللي فيها مش عارفة هو الكاميرا موضحة للورد لون والطرحة لون لكن هي الطرحة لون الورد اللي فيها والبندانة السوري دي مش بعرف عايش من غيرها اساسي ودي الشنطة اللي انا هاخدها معايا عملية جدا 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 وبحبها قوي علشان خاطر لما بكون شايلة حاجات مثلا بلبسها كروس بتبقى جميلة بصراحة يعني وبحب الشنط قلتلك فودياك كتير قوي الشنط اللي هي ليها من تحت قاعدة كده قاعديها كده لها تقعد معاك الشنطة ده لبسي بقى ملك آآ تحضرت لها الطقم بني وكمان طقم داخلي من تحت و القدش والشراب والفرشة وكل حاجة حبيتي لانا أورة لكم ده الطقم بتاعة متاعة العيد اللي ما شفهوش ده الطقم بتاعتها خلاص حمتها لان الجو طبعا لما ننزل اكيد الجو حر وهلبسها بقى الشراب اي نعم الشراب مش لايق على الطقم بس يعني اهو شغل اه كده خلاص الشراب هلبسها بقى الكتش بتاعها زوانا الجميل دوت طبعا هي قعدة مسلمة تماما علشان هي عارفة ليا بتصور يعني عارفة لو ما كدش بتصور كانت جريت وانا جريت وراها والدنيا كانت ايه بس لقيت فكرة حلوة يعني ما كنا عايزة منها حاجة هقول لا تعالشان اصورك هتيجي على طول كده بقى لبسة الكتش وهتصرقها هصرحها بقى معاكم ونكمل بقية اليوم بتاعنا ونشوف كده بقية يومنا في ايه تاني لان لسه اليوم طول معانا كتير حطيلي بقى لايك وانت بتتفرجي على الفيديو دلوقتي خلاص دل كده هتعمل لكم باي بوي بس الفرحانة قوي ليه بتصور معاكم هصرح لها شعرها انا بستعمل كريم ايفا يا جماعة قلتلكم كتير قوي في فيديوهات انا بستعمل كريم ايفا بتاع الشعر الناس اللي هي جربته هتقول لكم عليه في التعليقات حلو ولا لا بجد يعني ممتاز طبعا انا بعمل لها بالراحة والله العظيم يا جماعة بس علشان خاطر انا نسرع الكاميرا نسرع الفيديو يعني طبعا انتو عارفين لو بعمل جامد كانت غيطت وصوتت وقامت من مكانها وكده عشان ما لقيش حد داخل يقول لي بالراحة على شعرها بالراحة مش عارفة والله بعمل بالراحة جدا يعني مش هكون حنينة على بنتي لا هكون حنينة طبعا عليها وهي زي العسل كده وعمل لها القطة بس عايزة تشدها يعني وعايزة تجري خلاص عملت لها واحدة عايزة تجري خلاص يعني كده احنا خلصنا هنعمل بقى واحدة تانية كده هنعمل لها قطتين واحدة يمينة واحدة شمال بس بالشكل ده كده كمان بقى ورا مش هعمل لها اي حاجة هسيبهولها كده بس هسرحولها عمالة اقول لها بس 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 وهي مصممة تشدهم مش هعرفة اعمل اي نفسي التوقت تثبط في شعراء على قلي مثلا كده اي يعني نقول سبع تمن دقيق خلاص خلصتلها هبدأ دلوقتي اعمل لها بقى قصة كده دي بقى ملك يا جامعة للناس كتير قوي قاعدوا يقولولي فين ملك عايزين نشوف ملك عايزين نشوف ملك بسيلي قولي لهم باي باي وريهم العروسة بتاعتك وريهم العروسة بتاعتك اللا بتتكلم شلي كده البززة بتاعتها وريهم كده بتتكلم ولا لا شلي كده البززة ايتها 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 بتعايت ايتها عايزي تاكول مومة ولا ايه ايه خلاص تكسيت كده وراها له بتاعي ايه خد البززة بتاعتها اهي واستاني باي كده هلو سكر سكر علشان خاطر بقى البوسة الحلوة اللي هي تدتها لكم دي تحطوا لي لايك للفيديو علشان خاطر هطلعها معي فيديوهات كتير قوي بس بالله عليكم يدعو لها ربنا يشفيها يا رب لان هي فعلا تعبانة انا دلوقتي بقى روحت مستشفى تبارك زي ما قلت لكم كده اللي انا راحة مشاوير فها راحة لدكتورة التخاطب قعدنا قعدت حوالي مثلا كده اقول لك قعدت حوالي ساعة ونص ساعتين عقبال ما الكشف بتاعي الدور جي قعدنا في العيادة هي يعتبر مش عيادة هي زي مستشفى وطبعا كلكم عارفنا لان هي فتحة كزا فرع ده الفرع بتاع السيدة زينب مستشفى ده كترة اللي فيها كويسين بس هم بطنة بس يعني لو فيه اي حاجة مش بيعرفوا يعالجوا غير ما يكون عندها برد بس دي ده شارع بورس عيد للناس اللي ساكنة هناك وساكنة في السيدة زينب والاماكن الجميلة ديت بجد تحية ليكم انا على الارضكم اهو حبايا بقلبي اكتبوا لي في الكومنتات انتم منين في شارع بورس عيد لان الناس كتير قوي قالتلي احنا من شارع بورس عيد السيدة زينب اكتبوا لي بقى انا هو عندكم توحدوا النور وطبعا محلات كتير اوي ومهندسين بتاع البتزة والطهرة ويعني شارع ده كله محلات من اوله لاخره بعد ما رجعت بقى خلاص جبت معايا عنب وجبت منجا وهبدأ اخسل العنب وناكل مع بعض بقى كده شوية عنب لان بجد يعني كنت خلاص همت جامد وعملت مجهود طول النهار العنب بنقعته في شوية مية وشوية خل كنت مصورة الحتة دي بس مش عارفة هي راحت فين بصراحة بصو بحب قطع العنقود دي وغير كده علشان خاطر قدي الملك في ايديها وهي قاعدة وتاكل براحتها بحس اللي كده يعني بيبقى احسن لكن طبعا ليا او للولاد الكبار بتديهم العنقود زي ما هو كده في الطبق بيبقى حلو عليه خلاص بعد ما نقعته طبعا في ناس كتير بتقعد تقولي في التعليقات العنب ليه لونه مش بيبقى مجير كده حط شوية مية ونقطتين خل وسيبيه شوية وبعد كده اشتفيه هيطلع معاك لونه زي الفل كده سواء الاحمر او الاصفر او الاخضر دوت هعط بقى هتفرج على المسلسل كده وينكمل بقية اليوم بتاعنا ونشوف ايه اي نعم انا مش بحب المسلسل ده بس خرجت لقيتهم مشغالينه فهسيبهم يتفرجوا وهعط بقى انا كل عنب مشو بقية يومنا في ايه يا جماعة يلا حطيلي لايك لو انت لسه محطت ليش لايك ولو انت ما اشتركتش عندي دوسي اشتراك علشان يوصل لك كل الفيديوهات بتاعتي والغسالة طبعا انا مشغالاها من الصبح بس ما كنتش من شرط الغسيل ده شغلتها على ملايات بس فهخش دلوقتي انشر الغسيل وننشر الغسيل مع بعض يلا بينا على البلكونة دي شكل البلكونة بتاعتي زي ما قلت لكم انا سكنة يعتور كده دوري التاني بس اول بلكونة يعني دوري التاني بس اول بلكونة سكنة على الشارع العمومي الصبح ما الشجر ده بيبقى مش منقود بشوف الشارع دي القلعة يا جماعة للناس كتير قوي سألتني يا هيبة صورت لكم القلعة هي بس عشان احنا جو ليل وكمان الشجرة مدرية عليها بالنهار بتبقى باينة هحاول اصور لكم بالنهار وانزل لكم الصورة في الممتدى بازن الله هنشر بقى الملايات بحب هنشر الملايات على ضهرها مش عارف يعني والشها بيبقى للشارع لكن هي بتبقى على ضهرها والكياس والمخدات برضو الكياس المخدات بحب انشرها لان انا عندي عصفير كتير قوي فالعصفورة لما بتوقف على الملاية بتبين البصامات بتاعت رجليها كده وممكن تعمل حمامة على الغسيل فبحب ان انا انشر الحاجة على ضهرها بيبقى الحاجة نظيفة وزي الفل بعد كده خلاص خلصت كده النشير بتاعي والروتين بتاعي خلس النهاردة والساعة دلوقتي ساعة عشرة ما تنسيش تذسيلي لايك وتقوليلي كومنت حسنا